قرية مرج خوخة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية عدد السكان حوالي خمسة آلاف نسمة كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون اللغة الكردية يعملون بالزراعة وتشتهر القرية كثيرا بزراعة أشجار التفاح أحد معالم هذه القرية البحيرة القريبة من جامع القرية ويطلق عليها الأهالي الدوار هذه المعلومات أرسلها لي أحد أبناء منطقة جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم الكرد في جبل الأكراد لغتهم الكردية وأن يسموا أبناءهم بأسام كردية فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات وعلينا أن نتعلمها دمتم أهلنا في جبل الأكراد ترجمة نانسي قنقر